كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة السلام عليكم متابعي كافان كاتر سوف نتصر لها سكورية أخصائية نفسانية كنشتغل في المدارس الحلقة اليومة تخص الأطفال وكيف يتعاملوا مع الدراسة باستقلالية ويعتمدوا على نفسهم في حل اللي كنت تكلمت عليها في الحلقات السابقة كنت هضرت على استعمال الزمن وهو واحد حاجة تخليهم يكونوا منضمين أكثر حاجة أخرى وهو إطار العمل فكيبقى أيضا شيء أساسي بل الأحسان يكون فيه السكات والتحاجة ما يكدرها أمام ولدتكم في هذه الوقتات اللي هم يشتغلون فيها نقطة ثانية نحاولوا نشوفوا فيها بعد الجوانب مثلا كالجانب التقني علش من بينوا شن ولادنا شن هما الوسائل اللي يخدموا بيها ونسوه له علش من مادة يبغي يبدأ بيها حاولوا ما بينتكم بتكلموا على الهدف ديال هاد المادة وشن يبغي تتحققوا فيها واحد الجانب آخر اللي هو الجانب الاجتماعي كيبقى تهو أساسي خليوا أولادكم يتواصلوا مع التلاميذ ديال القسم ديالهم ويعملوا بعض البروجيات اللي هتخليهم يحسوا في حالي هما ما زال في القسم ويبقى هذا الجو ديال الأصدقاء واحد الجانب اللي هو آخر وهو الجانب التحفيزي فيندي مخصكم تشجعوا ليداتكم وتبرتجوا الأعمال اللي كيديروهم وتبينوها اللعائلة ديالكم وتكون كأنها قيمة إيجابية في الدار نقطة الثالثة والأخيرة هي نتقربوا من الولدنا نحاول نفهمه ونتحاولوا معه كان بعض الأطفال اللي عندهم سهولة أكثر في التكلم الشفوية ويعجبهم يشرحوا ذلك الشي اللي يفهموه قبل ما يكتبوه بعض الأطفال كيحتاجوا باللاتية أحسن نتعلموا معهم نعطيهم الوقت في التفكير نشجعوهم إلى آخره بينما كان اللي يخصم شوية للسلامة وبعد الحدود تكون تابتة وواضحة طبعا كل الطفل كيختلف على آخر إذا أحسن طريقة تبقى هنا خلقوا بالتحاول ونسوه له ما هي الطريقة للعمل اللي هو يرتاح فيها مشاهدينا وصلنا النهاية لها الحلقة وشكرا لأن تتبعوا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر